من المتوقع أن يصل إنتاج مادة البطاطا إلى أكثر من 15 مليون قنطار خلال السنة الجارية بعدما كانت لا تتجاوز 10 مليون قنطار العام الفارض حسب ما كشفه ناشطون في المجال الذين دعوا إلى ضرورة تنظيم المناطق المنتجة لهذه المادة في أقرب وقت ممكن وفي السياق ذاته هكذا رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتج البطاطا إلى أهمية البحث عن طرق لتجنب خسارة الفلاحين المنتجين لهذه المادة الذين تكبدوا الموسم الحالي خسارة تقدر بـ 40% بتقريب أن أرى السعر التي تكلفها لكيو غربتها البطاطا حوالي 30 دينار يعني كيو راح يبيحها بـ 20 دينار ولا أقل من 20 دينار يعني تقريبا راح يخسر 40% وإحنا حضرناها عدة مرات هذا المنتجين على البطاطا الخسارة عندها برعهم يضرر كيو راح يضرر بزار خسارة النازم يكون عندها مهمش من الربح ما رأيش خطرة ما رأيهم يخدموا موسم موسم يعني موسم وين يكون هو وتعد مادة البطاطا ضمن أهم المحاصيل الزراعية على المستوى المحلي والمستوى الدولي الأمر الذي يتوجب على المهتمين بالإنتاج المحلي لتثمين الإمكانيات المحلية وترقية الإنتاج الوطني بتذليل الصعوبات التي تحول دون وفرة المنتوج